أفاد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بجواز إقامة صلاة الترويح في البيوت في شهر رمضان لهذا العام لتعذر إقامتها في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديدة وأكد سماحة المفتي أن صلاة العيد ستصلى في البيوت بدون خطبة إذا استمر الوضع القائم مما يمنع إقامتها في المصليات والمساجد المخصصة لها وذلك وفق ما أصدرته اللجنة الدائمة للفتوى كما أوضح سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ بأن آخر وقت الإقراج زكاة الفطر والتكبير المشروع ليلة عيد الفطر وصباح العيد فهو مضي وقت بعد شروق الشمس في المكان الذي لا تقام فيه صلاة